السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو ديالنا ان شاء الله غادي نشوفو واحد المنخصة المهم وغادي نحتاجه في الزكزر 6 ديال لتخوة زيام سيغي في الترموشيمي دوك هنا غا نشوفو هاد لتخوة ديالنا يعني أشنا هو المعنى ديال كل وحدة فيهم وكيفاش كنحسبو كل وحدة فيهم في الزكزر 6 و الزكزاما وما يمطان التي تستخدمها من الـréponses كل هذه الـvariation على بركة الله تلاحظون أن هذه الـΔHR نسميها بـ الـ 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 عن 1 من زمان سهل في نسبة لتركز المترجم على sistم 25 مفل السلسول أو 298 كيلوين في نسبة دلتا س ر يشاهل على أن تركز المترجم إلى الزمان نقي لذلك كتكون قد رسلنا le désordre ديال ديال الموليكول بنسبة الدلتا جي عندها جوج ديال اسماء إما كتسمة la variation دولان تالبي libre أو bien la variation d'énergie de Gibbs donc هادو بنسبة لأسماء ديال هادو les 3 variations نشوفو دابا بنسبة يعني كيفش كنحسبو كل واحدة فيهم دانك ما تلاحضو معي يعني هادو واحدة la réaction par exemple par exemple هادو لكمposé chimique A plus لكمposé chimique B كي هادونا كمposé chimique C plus كمposé chimique D ok دابا في هادو la réaction ديالتنا برنا متالا نحسبو يعني la variation دون تالبي دو la réaction a condition standard كيفش كنحسبوك كنحسبوك يعني كنحسبوك لكم برناتنا النحسبوك يعني يهند كن ديرو المجموع يعني يعني هو المjukusan للج رئيس أي الإنتربي المثالي 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 مثل ي drawers جمعوا ليود الجمعات плюс النظاري دلتة س لا هي تطبق فيها فقط للاواة 2S يعني نفس القاعدة تطبقها تأخذ هنا دلتا S ديال للاواة 2S وتجمعهم وتنقصهم من مجموع دلتا S ديال للاواة 2S هذا الجوج بساط فقط تطبق فيهم للاواة 2S بالنسبة للاواة 2S بالنسبة للاواة 2S هذه عند واحد قاعدة دلتا خاصة البساط ما هي هي دلتا HR من ت ليه هي مدينة في دلتا SR تقصر تطبق تطبق نظري 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 اخت insbesondere كما قلنا هذه هي التمبيراتور كتكون في الكلفين وكتكون في الإضاني وكتضرب أفش فهذا دلتا اس أغليا. يعني من لك تحسب هادف في الأول وكتحسب هادف الثاني من بعد تطبق فقط هاد القاعدة واضح هادو اسئلة يكونوا مرتبطين بينتهم يعني متسلسلين نفهم هادو هادو اهم القواعد ديال ما باش نحسبوه هادا نشوفو هادو باشنا وما الاستنتاجات ديالنا من اللي نتلقاه ومن اللي نحسبوه كل واحدة من هاد لتخوى variation دونك هنا كامو الخاص ديالنا conclusion من اللي كنحسبو la variation دون تالبي دو لاريaction او كندسيون ستندار دلتا HR إلا القيناها positive يعني supérieur a 0 هد شيش كياني كياني أنا دنا لاريaction اندوترميك اوكي اندوترميك أشنو كنقصدو بهد لاريaction اندوترميك ستادير يعني حنا في هاد لاريaction ديتنا وقت ما كنقونو يعني كنطلعو لاتمبراتور عشنو كيترا هاد لدو رياكتيف كيتفاعلو بشكل أكتر اوكي يعني وقت ما كنطلعو لاتمبراتور كيكونو كيتفاعلو بشكل أكتر يعني وقت ما كتعطيو لهاد السيستيم ديالنا و لهاد رياكتيف وقت ما كيتفاعلو لاتمبراتور أوكي اللي كنقصدو بها عندو تغميك يعني هاد السيستيم ديالنا و لهاد رياكتيف ديالنا كيكونو كيمتص لشالر كيمتص تاقة الحرارية مفهوم؟ يعني دائما من اللي كتكون عندنا واحد لغياكسيون عندو تغميك هاد شي كنقصدو بي على أن السيستيم ديالنا و للمتفاعلات ديالنا كيكونو كيمتص لشالر أوكي بالنسبة إلا كنت عندنا يعني دلتا أش أغ 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 زيرو هاد شي كنقصدو على أن لغياكسيون ديالتنا كتسم اكزوتيرميك بمعنى أن المتفاعلات ديالنا كيكونو كتلقوا واحد لشالر أوكي ديالتا لشالر يعني دائما وقتما يريدون يجبون تفاعل يجبون يفقدون الحرارة أوكي ستدير إلا نحن على تنبيغاتور ديال المليو الإكستيريور أشنو غادي ترى وليف هاد المتفاعلات هادو يجو يتفاعل أكثر في الحالة ديال إكزوتيرميك نتفق هادو كيفقدون الحرارة أعتبرو مطبع حلسخان أو أعتبرو يعني يتفاعلوا ويجبون الحرارة ديال يجبون تجدون واضح هذه المناد الإكزوتيرميك يعني المتفاعلات ديالنا يجبون يجبون تجدون حرارة وحد لشالور طاقة حرارية أوكي بالنسبة لأن تجدون يعني يجبون إلا يجبون يتفاعلون بشكل أكثر أن نعطي لشالور نرفع لهم لتمبراتور هنا يجبون نرفع لتمبراتور حيث لا يتم تصو طاقة الحرارية بالنسبة لأن إلا نريد التفاعل يكون أفضل لهذا نوع الرياكتيف يعني يجبون لتمبراتور أفضل لذلك نطلب لك فقط هذا غير حاول نشرح لكم لك لتفهم أكثر يعني لذلك تكون هذه الرياكسيون حسب لها غلطة H R ولقينها كبير من صفر يعني هذا يعني أن لدينا الرياكسيون أنضو تغميك يعني هذا الجوج يكتسب الحرارة لكي يتفاعل ويجبون نعطيهم الحرارة باش يتفاعلوا أكثر يعني وقتما سخنا تجربة وقتما يلاحظوا بالليكن لدينا واحد تفاعل في الاتجاب بالنسبة إلي حسبنا DATA H R ولقينها صغر من صفر يعني ساليبة هذا يعني أن لدينا رياكسيون إكزوتيرميك بمعنى أن هذا السيستيم دينا يخصي فقد الحرارة لكي يتفاعل اكثر يخصي يفقد الحرارة لكي يتفاعل لذلك لذلك نجرب تجربة واحد طريقة هي تبطي ملاطن بغاتور إلا تبطي ملاطن بغاتور كنعرف أن حرارة مرتفعة يعني سخون يدوز الحرارة للمليو يعني اللي فيه الفخوة اللي برد سبع هنا يترى ديجاجم دون الشالور في الحالة الإكزوتيرميك لكي يقدر يكون لدينا تفاعل مزيان واضح المهم في الإكزرسيس يعني انت مالك تحسب هذا يقول لك ما هو الإستنتاج يقول إما الإكزوتيرميك أو إكزوتيرميك حالة أخيرة هي لكي تعدنا دلتا H R equal 0 هذا يعني أن الرياكسيون اترميك نفهم يعني الحرارة لا تقضل لنا على الرياكسيون ديجاجم سوى سوى نقصتها يبقى لدينا يعني لدينا في الرياكسيون ديجاجم سبع بالنسبة الحالة وال لفرياكسيون الثانية اللي هي ديجاج لانتروبي ديجاجم كاللاحضو على أنه ملي كيكون لدينا دلتا S ديجاجم 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 يعني يعني أنه ديجاجم اغمانت كما كان عرفو على أن S لانتروبي هو كيكون كي درس لديز ديجاجم سبع ديال للموليكول أو بيان لس أطم يعني هاتشي كيكون كي درس يعني هات S بما أن مثلا إذا كان لدينا بوزيتف يعني 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 أن الانتروبي ديال للي برودي كبر من الانتروبي ديال للي رياكتف يعني لاش دينا هات للي برودي نقصنا هم من رياكتف يعني يعطينا سوبرير أزيرو وكان عرفو أيضا على أن ه يعني بما أن هاتو عندهم لانتروبي كبير يعني عندهم ديزورد كبير بالمقارنة مع هذا ذاك شي لاش كنقول كنف واحد لحالة لعنده ديزورد صغير ويولي ديزورد كبير متفقين كان عندنا ديزورد صغير ويولي ديزورد كبير ذاك شي لاش لاش لفا غيياصي ديالتهم كتعطينا بوزيتيف دونك حنا كنقول ولا لدينا يعني ديزورد كبير يعني ديزورد اغمانت ارتفع دونك هذا هو المناه ديال الحالة الأولى الحالة الثانية هي لأن دلتا S R inferior a 0 سيطر ديزورد ديميني تسامبل هو لاكس يعني هذن هذن ديزورد كبير وهذن ديزورد صغير من التي تحسب لهم دلتا S في ريكس كتلقى على أن يعني كان هنا كبير ولا ديزورد صغير دونك ديزورد ديميني يعني مقس هذا هو الاستنتاج ديال نملك تحسب دلتا S بالنسبة دلتا S ديزورد الان 0 هذا يشكي أن ديزورد ثابت يعني بقعدنا ثابت يعني القيمة التي كان هنا ديزورد هي القيمة ثابت 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 دلتا S R هنا سؤال يمكن الترح بعض الطلبة أن يقول دلتا 0 يعني impossible و التransформation impossible ف بالنسبة بالنسبة هذه حالة نحن نقوم على واحد معزول تماما من الذي يكون هذا يمكن أن نقوم على الترح نقوم 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 على الترح و نقوم بالنسبة ل هذه فكرة لا نقوم ثم سنحاول نوضح لكم في الفيديو المقبل هنا فقط ننتج مع ما هي الاستنتاجات التي كان لدينا دلتا S R 0 0 0 0 0 0 واضح نتمنى الفكرة تكون واضحة حتى هنا كان لديك أسئلة يمكنك اخليها في كومنتر لكي نحاول نضحها أكثر إن شاء الله بالنسبة الأخير التي كان لدينا دلتا ج 0 لا نقوم بالنسبة دلتا ج كان لدينا لأن الاتجاه لا سPONTANAy لا سPONTANAy أستطيع نشترى التفاعل في هذا الاتجاه من تلقاء نفسه اوكي إذا كان دلتا جي سوبرير الزيرو ستدير لا ريكسيون نو سبونتاني ستدير لا ريكسيون امبوسيبل في الحالة التي لكتلنا دلتا جي ار انفرير الزيرو ستدير لا ريكسيون سبونتاني يعني تلقائي يعني تلقائي بوحدو او بيان كنقولو لا ريكسيون بوسبل يعني ممكنة بالنسبة للحالة الاخيرة اللي هي دلتا جي ار اتقال زيرو هادشو كياني انو كينادنا واحد لتا ديكيليبغ يعني كينا حالة ديالتوازن او بيان ان يبا ديوليشيون دي سيستيم يعني مكينتاشي تطور ديالسيستيم يعني هادو مكيقدرش يتحولو لنا كيبقى هادو مكيقدرش يتحولو لنا كيبقى هادو واحد الايطا ديكيليبغ يعني حالة التوازن ومكين حتى شي تطور هادو مكيقدرش هادو مكيقدرش كيبقى هادو مكينبكو هادو ما شitiesك كما قلنا ستحتاجوها لكي تجاوبوا على الأولى من الثالثة من الثالثة سرية يلا الشباب انتمنى تكونوا استردتم معنا في هذا الفيديو لا تنسوا اشتركوا على زر لايك شاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم ونشوفكم في الفيديو المقبل بحول الله اشتركوا في القناة